أهلاً من كل حضراتكم من جديد الحقيقة في النادي الأهلي كل يوم في مستجدات وفي إنجازات بتتحقق وفي أمور بتتستجد دايماً ودايماً بنتابع معاكم في كل حلقة من حلقات البرنامج ده إيه آخر الأخبار وإيه آخر المستجدات في النادي الأهلي وفرق المختلفة معنا النهاردة زمنتنا العزيزة هانا أبو القاسم وهي متواجدة حالياً أمام دولاب البطولات في النادي الأهلي فرع الجزيرة صباح الفل عليك يا هانا تفضل إحنا سمعينك يا صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي وزي ما عودناك دايماً هنقلوك كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرق الرياضية المختلفة لكن يا كريم قبل مبدأ أخبارنا النهاردة خلوني كالعادة هنقلوك الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بيئة الجزيرة الأعضاء متواجدين في النادي منذ ساعات يعني ممكن معظمهم موجودين حول المبنى الاجتماعي فيه كمان بعض منهم بيمرسوا رياضة المشي في التراك النادي أجواء الحياة داخل النادي مليانة بنشاط والحيوية كمان خليني أقولك أن التقص داخل النادي معتدل يعني كل أعضاء النادي الأهلي تقدروا بقى تيجوا وتستمتعوا بالأجواء النهاردة خلونا بقى نبدأ أخبارنا النهاردة والبداية مع الفريق الأول لكرة القدم النهاردة الفريق عنده راحة سلبية من التدريبات إن شاء الله هيستأنف تدريباته غدا استعدادا لمباراة سيراميكا كيليبوترا ومنافسات بطولة الدوري غدا الميران هيكون الساعة خمسة وبعد كده الفريق هيدخل فيه معسكر مغلق عشان بقى يدخل فيه أجواء المباراة كمان يا كريم خليني أقولك أنه إنبارح كان الفريق خاد ميران بدون راحة بعد مباراة المتقاولون العرب الميران كان قبله كالعادة مستور مرسيل كالر حريص على عقد محاضرة مع اللاعبين كانت محاضرة بالفيديو عشان يتحدثوا عن كل الأمور المتعلقة بمباراة سيراميكا كيليبوترا ويبدأوا الاستعدادات اللاعبين اللي شاركوا في الميران خادوا تدريبات استشفائية وباقي الفريق خادوا تدريبات يعني فنية وخططية زي ما قلت استعدادا لمباراة سيراميكا كيليبوترا طبعا بنتمنى كل توفيق لرجال النيدي الأهلي حتى الآن ماشيين بخطة ثابتة جدا في بطولة الدوري فازوا في جميع المباريات إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء ومن رجال كرة القدم خلونا بقى نروح لرجال كرة اليد اللي بيستعدوا بشكل قوي جدا لبطولة السوبر جلوب كأس العالم للأندية واللي منافستها هتقوم من يوم 7 ل 12 نوفمبر طبعا الفريق كان غادر خلاص للسعودية عشان يدخل في أجواء البطولة بيترقص بعثة الفريق عضو مجلس إدارة طبعا محمد الغزاوي بنتمنى للفريق كل التوفيق وكمان بقى خلوني أذكر حضراتكو بقائمة النادي الأهلي قائمة النادي الأهلي بتضم عبد الرحمن طاها عبد الرحمن حمايد محمد إبراهيم أحمد عادل إبراهيم المصري ياسر سيف جدو محمد مجدي شريف نبيل عبد الرحمن فيصل أحمد خيري فوكس أحمد راضي محسن رمضان محمد لاشين سيسا زيزو إسلام راضي عمر كستلو وعمر سامي ضحروج طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله بقى يشرفوا النادي الأهلي والرياضة المصرية زي معودونها دايما ويتقلقوا في هذه البطولة طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ده فيما يخص أخبار كرة اليد حيانا أنا عايزة أقول لكم أنه مش بس رجال كرة اليد اللي شاركوا أو هيشاركوا في كأس العالم الأندية كمان شفنا رجال كرة السلب يتقلقوا في كأس العالم الأندية وبيحصلوا على المركز الرابع إن شاء الله كمان رجال كرة القدم هيشاركوا الشهر القادم في بطولة كأس العالم للأندية وهو ده النادي الأهلي نادي البطولات وده طبعا بيدل لأن النادي الأهلي هو بطل إفريقيا وبطل القرى السمراء فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق نروح بقى دلوقتي لفتيات الذهب سيدات كرة الطائرة بالنادي الأهلي وللنهاردة هتكون ضربة البداية ليهم في بطولة الدوري هيكون عندهم مباراة أمام فريق أصحاب الجياد مباراة إن شاء الله هتكون الساعة أربعة العصر هنا على صالة النادي الأهلي خليني بقى أنوه لكل مشاهدين قناة الأهلي أنه هيتم بث المباراة مباشرة طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله بقى يكون موسم كبير لفتيات الذهب طبعا استعدوا بشكل قوي جدا لبطولة الدوري الفنهم طبعا بيدعموا صوف الفريق بعدد من السفقات الجديدة اللي بنتمنى لهم كل التقلق مع فتيات الذهب إن شاء الله يكون موسم استثنائي كمان بقى خلوني أفكر حضراتكم بمجموعة النادي الأهلي النادي الأهلي بيقع في المجموعة الثانية بجانب أصحاب الجياد الواي الاتحاد السكنداري وادي دجلة الصيد الشمس دالفي وكمان خلوني أقول لحضراتكم هيكون عندهم مباراتين كل أسبوع يوم الجمعة ويوم الاتنين طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق كمان استكمال حديث عن كرة الطايرة خلوني أقول لكم إنه رجال كرة الطايرة أيضا بيستعدوا بشكل قوي جدا لبطولة الدوري خلاص بقى الكاونت داون بدأ هيددقوا بطولة الدوري إن شاء الله يوم 18-11 يمكن خادوا أكتر من مبارات دي سواء مع سبورتينج أو فريق طلاقع الجيش كل ده استعدادا لبطولة الدوري والبداية الموسم اللي طبعا بنتمنى لهم زي ما تمانين لفتاة الذهب بنتمنى كمان لماسترز كرة الطايرة كل التوفيق نروح بقى لرجال كرة السلة واللي طبعا هيواجهوا القناة في ثمن نهائي بطولة دوري المرتبط المباريات إن شاء الله هتكون يوم الأربع والجمعة المقبلين طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله بقى يستعيدوا تركزهم مرة أخرى ويتقلقوا زي ما شفناهم الحياة الموسم اللي فات كمان يستعيدوا مستويهم زي قلت مرة تانية ويتقلقوا في جميع المباريات لأنه هو ده الحقيقة اللي هم عودونا عليه أما عن سيدات كرة السلة فخلاص تم تحديد موعد نصف نهائي بطولة دوري المرتبط ولطبعا هيكون أمام فريق سموحة المباريات هتكون يوم 7 و 9 نوفمبر وهتقام بيئة الأسكندرية بالتحديد على صالة برج العرب طبعا ملكات كرة السلة الحقيقة عاملين موسم كبير جدا حتى الآن فايزوا في جميع المباريات ويمكن كمان في كل مباراة بيفوزوا بفرق سكوع كبير نتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء كمان الحقيقة مبارح كان فيه عدد من المباريات على فرق النشئين ونشئات والشباب بالنادي الأهلي في كرة السلة في بطولة منطقة القاهرة والحقيقة أنه جميع أو 3 فرق الحقيقة فازوا بسكور وباكتساح في المباريات وخليني أقول لحضراتكم بالتفصيل النتائج شباب 16 سنة فاز على فريق الرحاب بنتيجة 74-28 شباب 20 سنة فاز على مصر للتأمين بنتيجة 69-33 ونشئات 16 سنة فازوا على مدينة نصر بنتيجة 51-7 زي ما قلت ده ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة طبعا بنتمللهم كل التوفيق في المباريات القادمة يعني يا كريم يا مريم دي كانت أبرز أخبارنا في فكرة أخبار نادي الأهلي النهاردة معاكوا طبعا لو عندوكوا أي استفسارات والآن العودة لكم مرة أخرى في الستواجد ما فيش أي استفسارات ما فيش غير كل الشكر لك زملتنا العزيزة هنا أبو القاسم على هذه التغطية شكرا لك شكرا جدا زملتنا العزيزة هنا أبو القاسم